الي انا شايفه وجهة نظر انو يتحمل جزء عادي، بقوله اقفا، وقفنا وقفا، الكادر دا حلو complicated رجع 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 تاني، رجع تاني هنا حكتين مهمي جدا يا كريم قتلك انا فيهه العايب اتكلم عليه كتير جدا امام عشور امام عشور حالة، حالة مش بس العيب كويس امام عشور حالة مع فررة اكتر لعيم استفد من وجود فررة في في الزمالك هو امام عشور إن انا امام عشور حالة دي طبعاً طبعاً إمام عشور إمام عشور في لقطات لكن في بعض اللقطات مش معانا لكن اللقطات المتوفرة دلوقتي إمام عشور بيدافع فيه قدام الباكرايت بيدافع قدام الباكليفت بيدافع على الدايرة قطع للكراط ممرر جيد بيتحرك في المساحات قدر الرجل يفك بيه كل التكتلات دي ويفك الزحمة اللي عملها السيراميكا طبعاً الاسبيس دي كانت سبيس سلبية ما بيجيش إلا بعد خلخلة يعني إيه خلخلة يا كريم يعني مفضل شغال من يمين للشمال والشمال لليمين لحد ما لقى الاسبيس في ضيط وهنا التمرين عشان كده بقولك نمط ولما هجيب لك الكرة كربون في مبارات سموح اللي كانوا متكتلين بنفس الشكل مع كابتان طريق العاشري وهنا ده بيقولك زي ما قلنا إنه فتوح حالة فريرة حالة ليه ده مش معلقة إنه ما بيغلطشه ما عندهش مشاكل وعنده بعض الحاجات وداخل الموسم مش بنفس القوة رغم إنه معاسك واد أفضل إلا إنه فريرة حالة لأنه بيعرف يكسب بيعرف يكسب حتى وهو مش بقفضل حالته الفنية مش شر وجل بقى الكرة على سرعتها وبعدين عالت للحالة التانية مشت القرة عادي جد الرجل ريح اتشى ريح أمفراد ليه لأنه كريت المساحا المساحة دي ما كانتش موجودة كريت لما كرة كتنى Le shalliamine المساحة دي ما كانتش موجودة لا أرجع بقى أرجع أرجع عند فتوحة بقى أرجع 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 تاني 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 بصها كريم. اللعيب اللي نازل من سموحها ده لعيب رقم عشر. نازل من قدام. ارجع لي ومشي فريم واحد بس لما يجيب لك الوايد. لما يجيب لك الاسكرين المفتوح. لأ مشي. أنا كريم شابه. بس وقف هنا. وقف هنا. دي وقف دفاع سموحها كريم. بصها كريم. مين أول لعيب اللي قبلها مسابقه بالعرض. الرايد باك. مين اللعيب اللي بعده. الرايد سينتر باك. قلب الدفاع الايمن. الظهير الايمن. التحرك بدين كورة باللعيب مختلف. لكن الاسست من نفس اللعيب. باللعيب مختلف. وبيحطها. سواء دخلت على طول. او الراجل كميلة بعد كده. شيرت فريدة في المرمى. نفس الكورة. ده بيقول لك في ايه. دايما شرحناها الناس وبسطناها. طالما الكورة بتتكره. بشكل مو منهج. في مباركات مختلفة بقى في نمط او باترن. هنا نقدر نقول ده شغل مدرب. وتنفيذ لعيبين. كالعادة. بس خلاص. مشيلي بقى اللي قطط دي. وهاتلي اللي بعدها. الحالة اللي بعدها. خلاص خلاص. احنا كده تمام. اه. اشتركوا في القناة. شكرا